لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شركة سامسونج خلاص اعلانات رسميا عن هدفها الجديد والذي ينزل الاسواق قرائب جدا سامسونج جالاكسي A32 ولكن نسخة 4G طبعا كلنا عارفين ان شركة سامسونج كانت اعلانات فوقت قبل كده برضه عن هاتفها ده سامسونج جالاكسي A32 ولكن نسخة 5G والذي لم يستعد الاسواق وكانت مطروحة للبيع في الخارج بس ولكن النسخة اللي هنتكلم عليها النهاردة نسخة 4G والذي هتوفر في الاسواق قرائب جدا ويلا بينا بضم مقدمات كتير نبدأ الحلقة ونشوف مواصفات سامسونج جالاكسي A32 نسخة 4G اهلا بك يا جماعة معك وهشان مبدئيا كده يا ترى سيكون فيه اختلاف بين النسختين ده اكيد طبعا لازم هيكون فيه اختلاف وده اللي هنعرفه ونشوف المواصفات دلوقتي مع بعض ودعالوا كده بنا نبدأ ونشوف شاشة الموبايل اولا الشاشة هنا في نسخة 4G شاشة من نوع سوبر اموليت بتدعم معدل تحديث الستين والتسعين هرتز وده حاجة اكيد كويسة جدا الشاشة كمان بتيجي بحجم ستة فاصل اربعة انش وبنسبة استحوازها هنا اربعة وثمانين فاصل ستة من عشرة في المية من الواجهة الامية للموبايل شاشة بدقة الالف وتمانين في الفين واربعمائة بيكسل وبجودة الفول اتش دي بلاس الشاشة هنا كمان مدعومة بطبقة حماية من نوع جورلين جوريلا جلاس 5 وده دعم كويس جدا لحماية الشاشة من الصدمات والرتوش والعلم ان الموبايل مصنوع من الامام والخلف من الزجاج وطبقة الحماية هي برضو في الخلف الجورلين جوريلا جلاس 5 ده تقريبا المواصفات الكاملة لشاشة سامسونج جالكسي A32 4G طيب ايه بقى التغيير اللي حصل هنا عن نسخة 5G بالنسبة للشاشة؟ اول حاجة الشاشة في نسخة 5G كانت من نوع TFT وكمان مش بتدعم معدل التحديث الموجود هنا لسين هيرتز كمان دقة العرض كانت تقالب نسبة 720 في 1600 بيكسل يعني باختصار كده ان الشاشة هنا في نسخة 4G اقوى بكتير زي ما شفنا من نسخة 5G طيب ده كان بالنسبة للشاشة بالنسبة بقى للمعالج وقوة اداءه في الاستخدام العادي والالعاب والميديا وكل الجرام الجامع سامسونج جلاكسي A32 4G بيجي بمعالج من شركة ميديا تيك وهو معالج هيرجو G80 بتكنولوجيا تصنيع الـ 12 نانومتر مع معالج رسومي من نوع مالي G52 MC2 طبعا المعالج مش من المعالجات القوية اوه في الفئة دي ولو هنقرنه بالمعالج اللي بيجي في نسخة 5G معالج الدايمون سيتي 720 5G واللي كمان بتكنولوجيا تصنيع الـ 7 نانومتر فبكل تأكيد معالج الدايمون سيتي اقوى واسرع كمان ولكن طبعا زي ما احنا عارفين مش هتلاقي كل حاجة كاملة في مبايل واحد وكمان سبب وجود معالج الدايمون سيتي في نسخة 5G طبعا عشان شبكة الجيل الخامس وقدرته على دعم الشبكة دي ولكن لو رجعنا لمعالج نسخة 4G معالج هيرجو G80 معالج مش قوي قوي ولو بتفكر ان المبايلك اللي بشتي ده يكون رقم واحد في الأداء وقوة المعالج فأكيد مش هيكون ده اختيار صح ولكن على العكس في المهام اليومية العادية الميديا والألعاب المتوسطة فهيكون اداءه كويس جدا الموبايل هنا بيجيب اربع نسخ من الزاكرة تقدر تختار منهم اللي ناسبك وهم على الترتيب كده بالظبط نسخة ال 64 جيجا بايت زاكرة صلبة مع اربعة جيجا رام زاكرة عشواء ونسخة ال 128 جيجا بايت زاكرة صلبة مع اربعة جيجا رام زاكرة عشواء ونسخة ال 128 جيجا بايت زاكرة صلبة مع ستة جيجا رام زاكرة عشواء واخيرا اخر نسخة 128 جيجا بايت ذاكرة سلبة مع 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية ولجن طبعا مش كل النسخ بتنزل للوطن العربي ويكتفه بطرح النسختين بس وطبعا لو حاجب تشتري اونلاين فتقدر تختار اي نسخة من النسخ الموجودة للعلم كمان الموبايل هنا بيدعم منفذ ذاكرة خارجي من نوع ميكرو اس دي بحيث انك لو حبيت تزود المساحة للمساحة لك حتى 1 تيرا بايت طيب لو انتقل الكاميرات الموجودة في سامسونج جلاكسي اي 32 فور جي فالموبايل هنا بيجي بارمع كاميرات كالمعتاد في نسخة 5 جي ولكن هنا في النسخة دي حصل تغيير على الكاميرات وتم تحسن فعندك اربع كاميرات خلفية الاولى والاساسية منها بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F1.8 عدسة وايد وبتدعم البيدياف والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.2 عدسة الترا وايد والكاميرات الثانية كل واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.4 واحدة مخصصة لتصوير العمق والعزل والثانية مخصصة لتصوير المكرو الكاميرات الخلفية هنا مدعومة بفلاش ليد وبتدعم البانوراما وكمان اله دي ار كمان عندك دعم تصوير بدقة 4K 30 اطار في الثانية الواحدة ده بالنسبة للأربع كاميرات الموجودة هنا في سامسونج جلاكسي اي 32 فور جي ايه الاختلاف بقى اللي حصل بينها وبين نسخة 5 جي اول حاجة الكاميرا الاساسية تم تحسنها وبقت بدقة 64 ميجا بيكسل بدل 48 كمان بالاضافة الى العدسة خاصة بتصوير العمق تم تحسنها وبقت بدقة 5 ميجا بيكسل بدل 2 ميجا بيكسل وبين موصفات واحدة مفيش فيها اي تغيير وطبعا ده بيعرفنا كده ان الكاميرات في نسخة 4 جي بقت اقوى من نسخة 5 جي تعالوا نشوف برضو الكاميرا الامية كده مع بعض الكاميرا الامية بتيجي هنا في اعلى منتصف الشاشة على شكل الفيتيو ودقة الكاميرا دي برضو تم تحسنها جدا عن الاول وبقت بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F.2 وعلى عكس نسخة 5 جي كانت بدقة 19 ميجا بيكسل بس وبكده شوفنا الكاميرات الخلفية الموجودة بسامسونج جالاكسي اي 32 فور جي وهل هتنسبك فعلا الكاميرا وهتكفي معاك الغرض ولا هتكون محتاج كمان تحسين عن كده طبعا دي رجعلك انت واختيارك واحتياجك هيكون توجه ايه بالزبط ولكن انا من وجهة نظري الكاميرا ممتازة جدا ومش محتاج اكتر من كده الا اذا كنتم مصور محترف ومحتاج مميزات اكتر من كهب كتير طيب تعالوا بقى هدلوقتي بينا كده نشوف حاجة من اهم الحاجات اللي بتسائل عليها دايما واغلب اليوزرز بيفكروا فيها وقت شراء الموبايل بتاعها وهي البطارية البطارية هنا في سامسونج جالاكسي اي 32 فور جي بتيجي بحجم 5000 ميلي امبير وبتدعم كمان الشحن السريع بقوة 15 واط بطارية موصفتها بالزبط نفس اللي كانت موجودة في نسخة 5 جي ما حصلش عليها اي تغيير ولكن في المجمل البطارية كويسة جدا وهتقدم لك اداة مرضي جدا وهتقوم معاك فترة مش قليلة خالص قبل ما تحتاج تشحنها مرة اني ولكن كنت اتمنى طبعا ان قوة الشحن السريع هنا تزيد شوية عن كده خصوصا طبعا ان في منافسين في الفئة دي بطارياتهم اقوى وكمان عندهم الشحن السريع اقوى وفيه كمان مميزات تانية زي الشحن العكسي وغيره ده بالنسبة لبطارية سامسونج جالاكسي اي 32 فور جي دلوقتي بقى هنتكلم عن نظام التشغيل ومستشعرات للموبايل اولا كده بالنسبة لنظام التشغيل هنا في سامسونج جالاكسي اي 32 فور جي فالموبايل سيأتي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع وجهة 1UI 3.0 نفس نظامه وجهة نسخة 5 جي وكمان بالنسبة للمستشعرات هنا فيكون عندك دعم للبصلة والتسارع والقرب فقط بالاضافة طبعا لمستشعرات الحماية زي بصمة الاصبع اللي هيكون مكانها تحت الشاشة واخيرا اخر حاجة نتكلم عليها الالوان والسعر بالنسبة للالوان فعندك اربع الوان وهما الاسود والابيض والازرق والبنفسيكي وسعر الموبايل سيبدأ من 265 دولار امريكي وانا اتمنى ان التسعيد في الوطن العربي ما يزدش كثير وقط كده دي كانت كل حاجة محتاج انك تعرفها عن نسخة سامسونج جالاكسي اي 32 فور جي من شركة سامسونج يا ترى رأيكم ايه في الموبايل اتمنى تسيبوه لرأيكم هنا في التعليقات وفي النهاية لو عجبك هذا الفيديو ده اتمنى انك تدعمني وتشترك من القناة وتضوص لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اشتركوا الفيديو الجاي مع السلامة 60 دولار امريكي وانا اتمنى ان التسعيد في الوطن العربي ما يزدش كثير وقط كده دي كانت كل حاجة محتاج انك تعرفها عن نسخة سامسونج جالاكسي اي 32 فور جي من شركة سامسونج يا ترى رأيكم ايه في الموبايل اتمنى تسيبوه لرأيكم هنا في التعليقات وفي النهاية لو عجبك هذا الفيديو ده اتمنى انك تدعمني وتشترك في القناة وتضوص لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اشتركوا الفيديو الجاي مع السلامة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة